السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا زي ما نبهت أنا في حلقة الأمس أنه إحنا قسمنا التوقعات صارت الأخبار الفلكية في حلقة وتوقعات الأبراج في حلقة بالنسبة للقمر طبعا هو الآن موعد بث الحلقة وهو مساء يوم الجمعة هو موجود في برج الثور في ساعات الظهر بده ينتقل لبرج الجوزاء خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم رح يركز على الوضع المالي فيه فرصة لمكسب مالي ممكن تكون الفرصة هاي مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم وعادة هاي الفرص بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أمور إلا علاقة يعني بالدعم المالي ولكن بتكون تنتبهوا من المصاريف لزيادة ممكن يأرق البعض بعض الأمور المالية أو المطالبات المالية أو ترتيب وضع مالي معين ما بنصح بأي مغامرات مالية أما من ساعات الظهر فهنا القمر رح ينتقل للبيت الثالث البيت اللي له علاقة بالنشاط والحوار والاتصالات والسفريات فرح تنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات بشكل كبير ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج بنزهة للزيارات للتعامل مع الإخوة مع الجيران التبادل الحديث والحوار والنقاش وأيضا اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو التجارة اليوم رح يستفيدوا بشكل كبير أهم شيء أنك أنت كن عندك طاقة إيجابية وتكون أنت عنصر إيجابي حاول أنك تكون واضح بكلامك عشان ما ينفروا الناس من حواليك بسبب عصبيتك أو تدخلك أو يعتبروها فضولك أو الأمور هاي حاول تتفاهم الآخرين ابقى هادئ ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول إذا ما زبطت معك من أولها تكرر المحاولة مرة أخرى أهم شيء أنك تحاذروا من السرعة وأثناء تنقلاتكم وحركتكم وأيضا زي ما نبهنا سوء التفاهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة أكثر من الأيام الماضية اللي كان فيها تأثير الكسوف وتراجع اليوم شوي فيه نشاط بعمق النشاط فيه طاقة أكثر أهم شيء أنك تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي ملفتين للنظر بالنسبة للجنس الآخر عواطفكم شوي جياشة حتى أنه ممكن تسمعوا بعض كلام الغزل اليوم وفيه بعض الاهتمام اللي إلها علاقة بالمظهر العام أو التجميل يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى العاطفي أيضا أما من ساعات الظهر فهنا التركيز رح يصير على الوضع المالي بصير هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك أغلب الأرباح اللي بتيجي خلال هذا اليوم أو الأبواب اللي بدي يجي منها المال اللي هي الأمور اللي لها علاقة بعمل إضافي مستردات هبات هدية دعم أشياء من هذا القبيل ممكن تنشطوا بالاتصالات والزيارات أو تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة معاه أهم شيء أنك تعالج المسائل المالية والإدارية بشكل جيد وحاول تستشير أهل الإختصاص قبل التوقيع على أي شيء أو قبل السلفة أو قبل ما تداين حد فلوس حاول أنك تراجع الأمور وتستشير زي ما حكينا أهل الإختصاص وحاول أنك تقلل من مصريفك اللي ما إلها داعي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم أو من الآن ولغاية ساعات الظهر بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر تقريبا فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصابكم ما تبدأوا بشيء جديد ممكن أشخاص توعدكم بشيء ما توفي فيه حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من أي عمل متراكم بشكل روتيني بدون ما تجهد نفسك وحاول تأخذ قسط من الراحة وحاول أنك ما تعصب وما تفتعل مشاكل بسبب تقلب المزاج عندك أما من ساعات الظهر فهنا القمر رح يوصل لعندك فثقتكم تصبح أكثر وأكبر فتصير فيه ثقة بالنفس كبيرة بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي طبعا الفترة هاي رح تصير شوي فيها نوع من أنواع الاستثنائية يعني بالتميز رغم أنه تراجع وطارد في بيت المتاعب أو هو كوكبك إلا أنه فيه طاقة معينة اليوم رح تدعمك الجو بيدعوك لبذل جهد لأجل التفاهم مع الغير للمصالحات للزيارات للمبادرات يعتبر اليوم فيه نوع من أنواع الدعم ولكن لا تخلي تقلب المزاج يسيطر عليك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الظهر ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن إذا تنشط خلال ساعات الليل بزيارة بلقاء بمناسبة باتصالات بحوارات ونقاشات مع بعض الأصدقاء وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أو تحصل على دعم من أحد الأصدقاء من ساعات الظهر كل ما اقتربنا لساعات الظهر أكثر بتبلش طاقتك تنزل لأن القمر بيقترب من برج الجوزاء اللي هو بيت متاعبك من ساعات الظهر خلاص بكون استقر هنا مطلوب منكم اليوم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من أعمال متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما تراهنوا على الحضوض ممكن بعضكم يعاني من ركود أو مراوحة المكان أهمش إنك ما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك أفكارك شوي بتكون مشوشة الظروف مخيبة فممكن أي حد يوعدك بشيء ويكون على أساس أنه اليوم بدي يوفي بالوعد وفجأة تجد أنه هو أخلف وعده تماما أو كنت حاجز موعد والموعد هذا يلتغي فبدك تنتبه من هاي النقاط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن ولغاية ساعات الظهر اللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم برضو فترة ممتازة جدا اللي عنده ابتكار أو فكرة أو ممكن يفكر في مشروع معين برضو الفترة رح تساعدك هاي بوسعك وإثبات جدارتكم أمام المسؤولين وعلاقاتكم الاجتماعية مع أشخاص مثلا أصحاب منصب أصحاب رتبة أصحاب مركز اجتماعي أصحاب علم معين في هاي الساعات ممكن تعزز العلاقات معهم ودعم سمعتك ولكن عصبيتك وتهورك مخالفة القوانين ومغامراتك أو مجازفاتك بمعنى آخر ممكن إنها تشوه سمعتك فبدك تنتبه من هاي النقطة أما من ساعة الظهر فهنا القمر رح ينتقل لبيت العلاقات الاجتماعية الخاصة فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أو حتى يبادر بمساعدتك بأمر ما بترافقك رياح مؤاتي خلال هذا اليوم وخصوصا من بعد ساعة الظهر رغم بعض الضغوطات أهمش إنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم متأييد تعتبر هاي فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة أو دورة معينة ولكن أنا بنصح بعلاقات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية لأن أكثر فوائدك رح تكون من خلال معرفك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتظل الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق معاملات مراسلات استيراد وتصدير أوراق ومعاملات قانونية والامتحانات الجامعية هاي فترة مناسبة جداً لغاية ساعات الظهر بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برضو فترة عاطفية جيدة لكن مع ساعات الظهر خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في بيت السمعة فعشان هيك بتصير فترة جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو تعزيز علاقاتهم مع المسؤولين وإثبات جدارتهم لإلهم برضو أو طلب المساعدات من أشخاص مسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن يتواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهمش إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام شوي بيكون ضاقت برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن زي ما حكينا أنه القمر ما زل موجود في البيت الثامن فهو أنا بدعمك على المستوى الأموال المشتركة اللي هي أي مال معك شريك فيه حاول تهتم في الأمور اللي إلها علاقة بالضريبة بالديون بالفواتير بأموال الزوج أو الزوجي الميراث المطالبات والحقوق ولكن بتكون تنتبهوا لأنه صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية خلال هاي ساعات أما من ساعات الظهر فهو أنا القمر رح ينتقل للبيت التاسع فهو أنا ممكن يصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم رغبة عاطفية قوية بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير بتعودوا للإمساك بزمام الأمور بتنشطوا بالنقاشات اللي إلها علاقة بالدين والفلسفية والأمور اللي بتطلب جهد عقلي حتى السياسية تعتبر فترة إيجابية جدا ليسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معكم بعض موليد برج الميزان ممكن يكون عندهم سفر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم ما زال القمر موجود لغاية ساعات الظهر موجود مقابلكم تماما ولكن يعتبر هاي الساعات لغاية ساعات الظهر مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني يعني أي وحد يساعدك بأي أمر ممكن تتممه أو تنجزه وبرضو بإمكانكوا تعززوا علاقاتكم مع شركائكم شركاء المال أو شركاء العاطفي اللي هم الأزواج أو شركائكم بالعمل من بظل الوضع برضو بتطلب منكم عدم العصبية الاهتمام بالصحة احذروا المواجهات والمشاحنات وإنكوا تبادروا بأي شيء مصيري حاول تصبر لحد ساعات الظهر من ساعات الظهر القمر خلاص بيكون انتقل للبيت الثامن فهونا بتتغير الأوضاع بتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك بأمور إلها علاقة بتأمين وضع مالي معين وممكن تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور كتبحث عن دعم عن قرض عن أمور إلها علاقة باسترداد بعض الأموال أو الحقوق اللي موجودة إلك عند أشخاص أهم شيء أنك تقدم التنازلات حاول أنك تتراجع عن خطوات وقرارات سببات لك إزعاج أو عدوات بالفترة الماضية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أن القمر الآن بده يبدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك رغم تراكم العمل إلا عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم إلا أنه مطلوب منكم إنكم تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة صحيح أنه رح يكون عندك كثير من المسؤوليات والتحركات والنشاطات اليوم ولكن الوضع الصحي يعني بتطلب الرعاية مع ساعات الظهر القمر بنتقل وصير مقابلك تماما بعزز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالشراكات ممكن يعني شوي هيك أنك تستعين ببعض الأشخاص يساعدوك في شيء وهذا الشيء ممكن يتحقق لأنه أي شيء فيه تعاون من طرف ثاني بيتم اليوم بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وحاضروا الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم ممكن تقع في مشكلة أنت بيغنى عنها بسبب عصبيتك الجو متوتر فممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر وتعتبر أنه هاي فترة خالية من الحضود بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم والأجواء ما زالت من الآن ولغاية ساعات الظهر ممتازة جدا على المستوى العاطفي علاقاتكم بالأحبة بالأبناء بالأمور اللي إلها علاقة بالتجميل أو الترفيه أو الفن أو اللبس أو المكياج أو الجماع يعني بكل أنواع الطاقة عالية جدا حيوية عاطفية حظوظة بتدعم بشكل ما بدنا نقول جيد ولكن مقبول وهذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر فهنا القمر رح ينتقل للبيت السادس يعني التركيز رح يصير على العمل وعلى الصحة فعشان هيك حاولوا أنوا تنجزوا أعمالكم حتى لو بتعملوا لساعات إضافية ولكن بدكوا تنتبهوا أنوا اعملوا الأشياء المهمة والضرورية مش تنتقلوا لأكثر من عمل في نفس الوقت عشان ما تتراكم الأمور عندك وحاول أنك تنظم جدول غذائك وتأخذ قصة من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاح والأرباح راقب وضعك الصحي لأنه شوي ممكن إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي يطلب منك الأمر مراجعة الطبيب وبرضو في بعض القلق المهاني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم لأن القمر في البيت الرابع ما زال لغاية ساعات الظهر فهنا الاهتمام رح يكون إلو علاقة بالمسكن وإلو علاقة بالبيت وإلو علاقة بالعائلة ممكن تعزز الروابط العائلية والعلاقات الاجتماعية العائلية الداخلية وأيضا ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت تصليحات وترميمات وزيارات والأمور هاي اللي هي الأمور العائلية ولكن ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة أما من ساعات الظهر فهنا القمر رح ينتقل للبيت الخامس واللي هو بيت الحضود المطلقة وأيضا بيت العواطف فبترغبوا في التقرب من أحبائكم من ساعات ما بعد الظهر وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أحبائكم وبوسعكم ممارسة نشاط فني تجميلي أي شيء له علاقة بالخيال والفن بيطمئن بالكم نسبيا تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة بتميلوا للسفر أو المشاركة في رحلات عمل أو حتى رحلات عائلية لأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد الأحبة أو حد أحد الأبناء برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والأجواء ممتعة نشاط عالي تليفونك ما رح يهدأ زيارتك وعلاقاتك ممتازة برضو قدرتك على الإقناع رائعة جدا النشط جدا ولبق بالحوار والنقاش إلا في أنه في لحظات ممكن تفقد السيطرة نفسك وتعصم فبدك تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعلات الأجواء ما زالت من الآن ولغاية ساعة الظهر جيدة للخروج في نزهة قصيرة أو للتنقلات وأيضا للتعامل مع الإخوة أو الجيران أما من ساعات الظهر وما بعد بصير هذا اليوم إنه إلو علاقة بالأمور اللي إلها علاقة بالبيت وخصوصها من بعد الظهر بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وأيضا بإمكانك تعزيز الروابط العائلية لا تسمح على عواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم حاولوا أنكما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالإنزعاج حاول أنك تسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته وللبيت والعائلة ولتثبيته أيضا وقدم المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها منك اللي اهتمام العائل مطلوب وأيضا تواجدك اليوم مطلوب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر